اتخلصي من التجعيد في خلال دقايق بأقوى كولوجين لشد البشرة وإزالة التجعيد وكمان علاج تصبغات الجلدية في دقايق معدودة هيخلصك من التجعيد ومن التصبغات ومن البوع ولو عندك مناسبة وعايز حاجة سريعة عليكي وعلى الخلطة دي لأنها قوية المفعول وسريعة جدا في طبيض البشرة وإزالة التصبغات الجلدية وشد التجعيد العنيدة والخطوط الدقيقة من الوجه وحوالين الفم وفي الرقبة وكمان هتبايد بشرتك فورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بخواتي وحبيبي عاملين إيه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم ميا من قناة وصفات سحرية مع ميا تعالي بقى يا ست الكل لو أنت مستعجلة وعندك مناسبة وعايز حاجة سريعة تشيل التصبغات والتجعيد اللي في بشرتك وتكون بسيطة ومكوناتها من بيتك عايز أقول لك وصفتنا النهاردة قوية المفعول جدا وسريعة قوي للإنقاذ السريع من التصبغات ومن البوع ومن التجعيد العنيدة كمان بتشد البشرة وبتدي نظارة هيلة جدا قبل ما أبدأ وصفتي لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش ضغطي على زر الإشراك وتفعالي الجارة عشاني وسلك مني كل جديد لايك للفيديو فضلا وليس أمر أول حاجة ودي حاجة أساسية معايا هو المكون ده اللي فيه السحر في حاجتين في شد البشرة من الأعماق كمان تفتيح لون البشرة مش بس كده الطريقة الصحيحة لاستخدامك للشبة هتكون معاكي في الفيديو ده الشبة من الحاجات الفضيعة هنحتاج حجر الشبة هيبقى معايا بالشكل ده وهنبدأ إن إحنا نجيبه ونكسره لإن أنا مش محتاجة بودر لإنك لو جبتي بودر ممكن يكون مخشوش أو فيه سوق تغزين فمش هيبقى مظبوط معاكي فأنا محتاجة الشبة معايا تبقى أحجار بالشكل ده عايز أقولك فضيح في طبيض وشد البشرة كمان الطريقة اللي إحنا هنعملها به في دقايق معدودة هتلاقي كل التجعيد وكل التصبغات بتختفي معاكي هنبدأ ناخد قطعة بحجم اللمونة الصغننة بالشكل ده من الشبة ممكن تقصريها وتفتفتيها القطع صغيرة أو ممكن تحطيها جوه الكوباية بالشكل ده عادي مفيش فيها أي مشكلة لكن كده كده الشبة معايا بتضوب خالص يعني مش بتاخد وقت على ما تدوب معاكي بعد كده هنزل بموية مغلية وهملق الكوباية بتاعتي بموية تكون مغلية وهبدأ إن أنا أقلب الشبة معايا كده تقلبتين وزي ما انت شايفة هي مش هتاخد دقايق أو كم يعني حوالي دقيقة كده وهتلاقي الشبة معايا بدأت إن هي تدوب تماماً بعد كده حبيبة قلبي هبدأ إن أنا أضيف على الشبة مع المياه عصير نص للمونة عصير نص للمونة كامل وممكن تستخدمي عصير البرتقان لو متوفر ولو أنت بشر تتحسس من اللمون ممكن تستخدمي كشور اللمون مع علاقة من كشور اللمون الطاز البديل لعصير اللمون وهبدأ إن أنا أقلب الشبة مع الليمون بالشكل ده وهبدأ إن أنا أسيب بقى المكونات معايا حوالي 15 دقيقة منها الحجر اللي إحنا حطيناه ده يدوب خالص ومنها كمان تبدأ تتنقع معايا شوية حلوين 15 دقيقة بس مش هتقطري عن 15 دقيقة بقى يعني أثناء ما الخمستاشر دقيقة ما بتعدي هنبدأ بقى نعمل خطوة يا ست الكل عايز أقول لك رهيبة بعجبة سحرية قوية المفعول في شد البشرة لو أنت كبيرة في العمر عليكي وعلى العشبة دي بالخلطة اللي أنا بعملها معاياكي النهاردة دي عايز أقول لك هتصفي بشرتك صفاء رهيب هتبدأي تيجي بحبيبة قلبي معلقة هرمية كبيرة بالشكل ده من الروزماري أو إكليل الجبل طبعا إكليل الجبل المجفف بيبقى متوفر في جميع المواسم في جميع البلاد كمان موجود عند جميع العطارين أنا هبدأ أخد معلقة هرمية كبيرة من إكليل الجبل أو الروزماري أحلى حاجة للروزماري إن هو من الحاجات كمان الحلوة قوي قوي للناس اللي عندها تجاعت تحت العينين أو انتفاخات في العيون بعد كده هتبدأي تجيبي البزور دي زي ما انت شايفة بالشكل ده بزور بسيطة وسهلة وسريعة المفعول جدا بتجيبيها برضو من عند أي عطار موسوق فيه ورخيصة أو هتبدأي حبيبة قلبي تحطي معلقة بنفس مقدور بالزبط العشبة الروزماري هتحطي نفس المقدور بالزبط معلقة من الينسون أو حبة الحلاوة متهيالي إن الكمون هو حبة الحلاوة لكن الينسون على ما أعتقد شجرة البيس بيس بيس برضو أكدوا لي المعلومة في الكومنتات عشان إخواتنا من الدول الأخرى تبدأ إن هي تستفاد طبعا أنا عندنا في مصر بنسميه الينسون الينسون هنا كولاجن خام للبشرة حرفيا هتبدأي بقية ست الكل لتأخذي العشبتين المناسبين كمان لأجميع أنواع البشرة دولة وهتبدأي تطحنيهم في مطحنة الخلاط لحد ما يبقوا بودر معاكي خلص أنا محتاجة إن هما يبتحنوا طحن ناعم جدا زي ما أنت شايفة كده حبيبة قلبي الغالية المكونات معايا بقت بودر خالص وعايز أقولك ريحتها حلوة قوي عايز أقولك كمان الوصف دي تنفع جدا جدا للناس اللي عندها تجعيد وخطوط في الرقبة ممتازة جدا جدا لتجعيد الرقبة وممتازة قوي برضو لتجعيد الإيدين خاصة طبعا بخلاف الواجه كله وكمان تحت العينين هيبقى معايا ببودر الأعشاب معايا مطحون ناعم بالشكل ده بعد كده هبدأ إن أنا أخد عليهم معلقة اتنين من النشا أو الكورنفلاور وهبدأ إن أنا أقلب النشا معايا كويس قوي يعني بصي حبيبة قلبي لو أنت كمان عندك مناسبة والله الوصفة دي خرافية حرفيا ومش بس لكبار السن يتنفع جدا للشباب لإنها حلوة قوي قوي في علاقة صبغات الجلدية وتفتيح البشر وهقلبها بالشكل ده هنا بقى أنا يعني البودر بتاعي بقى جاهز محتاجة إن أنا أعمل إيه؟ محتاجة إن أنا أستمنى لحد ما حجر الشابة معايا يبقى دايب وابصوا قرب خلاص حاجة بسيطة خالص وهيدوب وبعد ما هنتأكد إن الحجر معايا داب تماما هبدأ إن أنا أنزل بنص كمية الميا نص كمية مغلي الشابة مع اللمون على المكونات بتاعتي خام كده من غير ما نضيف أي ماية تاني هنبدأ ننزل بشوية كمان وطبعا بقية كمية الميا اللي فيها شابة ولمون محتاجينها ضروري فأنا هنزل بنص كمية والنص التاني هبدأ إن أنا الكنع كده لإن أنا محتاجها بس الكلام ده بعد ما نتأكد إن حجر الشابة معايا داب يعني هياخد له مثلا خمستاشر ديها فقط وهبدأ إن أنا أقلب ميت منقوع الشابة مع اللمون بالشكل ده كده على الأعشاب بتاعتي شايفين الوصفة سهلة جدا بعد ما دوبناهم كويس قوي وتأكدنا حبيبة قلبي إن هما ما فهمش آآ تكتلات ولا أي حاجة والنشا دايد معايا خالص حد إن أنا أنزل بأي كانكة أو أي طاصة موجودة عندي وهنبدأ بقى نرفعها على نار هادية جدا نقلبها لحد ما القوام معايا يتقل ويبقى كريمي أهم حاجة ما تخلاش تنشف معاكي لإن أنا محتاجة إن القوام معايا ما يتقلش قوي لازم يبقى كريمي سايد حواليكي شكلها بعمل إزاي مش هتاخد ثواني بوسيطة على نار هادية وهتلقها تقلت معاكي على طول كده الكريم معايا بقى جاهز هنبدأ إن احنا ننقل الكريم الأعشاب الفضيعة اللي هتديكي بياض التالج وهتديكي شد فعال لكل تجعيد بشرتك هبدأ إن أنا ننقل الكريم معايا بالشكل ده وهبدأ هنا طبعا أفك الكريم معايا بصوا جماله ورحته حلوة قوي هيديكي شد دائم لبشرتك وهيديكي علاج فعال للتصبغات هبدأ إن أنا أقلبه لازم أول ما تنزليه من على النار ما تسيبهوش لازم تقلبي منها علشان تخليه يبرد معاكي بسرعة عشان تقدر يتفرديه على بشرتك ومنها كمان يبدأ إن هو يفك معاكي تقدر يتفرديه على بشرتك وما يتكتلش معاكي خالص هنبدأ نقلب بالشكل ده الكريم ده مناسب لجميع أنواع البشرة حتى البشرة الدهنية تقدر إنك تستخدميه وهبدأ إن أنا أقلب لحد ما يبقى معايا حبيبي تقلبي بالشكل ده أي وصفة تفتيح أو شد البشرة خاصة التجعيد العنيدة لازم يبقى فيها ترتيب مضعف وأنا في الوصفة دي بفضل إن إحنا نستخدم معلقة من المكون ده لكن المكون ده مش مناسب لأصحاب البشرة الدهنية فقط أصحاب البشرة الدهنية هقولك إيه بديله لكن بقية البشرات أو بقية أنواع البشرات بتقدر تستفادي منه هبدأ إن أنا أخد معلقة صغيرة فقط من زيت جوز الهند زيت جوز الهند مبيت فعال مرتب قوي جدا جدا منظف فعال للبشرة كمان من الحاجات الحلوة قوي قوي اللي بتدي نعومة دائمة للبشرة وبتشيل شحوب البشرة أو البشرة اللي فيها شحوب وفيها إسفرار كده وما فيهاش نضارة إنما بقى لو أنت بشرة دهنية وبتفرز زيوت فزيت جوز الهند مش مناسب لك هتستخدمي إيه بديله؟ هتستخدمي إما معلقة من العسل الطبيعي هتستخدمي إما معلقة من جل الألوفيرا طيب لو أنت ما عندك زيت جوز الهند وبشرة جفة أو بشرة مختلطة أو بشرة عادية هبدأ يا مويا أستبدله بإيه؟ عادي جدا عندك عسل طبيعي حطي عادي ينفع برضو لبشرتك لو عندك جل الألوفيرا حطي لو عندك زيت لوس حلو جدا حطي ولو بشرة دهنية وعندك زيت لوس حلو ممكن تستخدميه لإنه مناسب للبشرة دهنية وهبدأ إن أنا أقلب لحد ما القوام معي يبقى زي ما أنت شايفة كده الكريم ده مهما هتقعديه عندك مستحيل هيتكتل معاك هيفضل محافظ على قوامه اللي انت شايفة معايا ده وبكده إحنا خلصنا كريم الكولاجين الطبيعي الخام لشد البشرة من أول استعمال إن شاء الله طيب هنا بقية الميا اللي إحنا حطينا نصها مع الكريم ونصها احتفاظنا بيه؟ دي مهمة جدا جدا لإنها من الحاجات اللي هتنظف بشرتك من الأعماق وهتشد عندك التجعيد العنيدة وكمان هتزلك كمية أو ساخ متراقمة من بشرتك ما نزددش من سنين كمان بتفتح البشرة أو بتصلخ السواد وبتصلخ الجلد الميد إحنا محتاجين فقط ندود معلقة من النشا على الميا دي أو على نص كمية مية الشابة وكمان اللمون عشان النشا هيمنع تحسس البشرة لإن البشرة فيها شابة ولمون كمان النشا هيديكي ترتيب حلوة أو لبشرتك وهيمنع التحسس فهبدأ إن أنا أدود النشا كويس جدا وكده إنت عملتي تونر اللمون وكمان الشابة والنشا الفضيع لحل جميع أنواع البشرة وحل جميع مشاكل البشرة من التصبغات والبوع وكمان آآ الجلد الشاحب أو الجلد الأصمر تمام هقولك هتستخدمي التونر ده إزاي التونر ده بجد كنزل بشرتك نتائجه فعالة بنسبة مية في المية هقولك بقى يا سبت الكل تعالي بقى نشوف مع بعض هنستخدم الكريم ده إزاي أول حاجة بتنقليه عندك في علبة بيقعد معاك أكتر من أسبوع ما بيفسادش تماما لكن بتنقليه عندك في علبة نضيفة زجاجية نشفة ما فيهاش أي مية وتخطيه عندك في التليجة ولما بتيجي تستخدميه بتاخدي منه معلقة وتنقليها عندك في طبق وتفكيها بمعلقة من الحليب أو معلقة من مية الورد تمام أو تسيبيه على حد ما تاخد كده درجة حرارة المطبخ أو الغرفة وبعدين بتبدايي أنك تستخدميها الكريم ده بتيجي على بشرة نضيفة جدا وبتبدأي تعملي تدليج الأول أهم حاجة مرحلة التدليج لو أنت عايزة النتائج تبقى في خلال دقيق أو من أول استعمال بتبدأي تعملي تدليج سواء بقى على وجهك كله وخاصة تحت عينيكي حطيها تحت عينيكي لو أنت عندك تجعيد تحت عينيكي في الجبهة تجعيد الرقبة إدينيها على أديكي لو عندك تصبغات وعندك تجعيد وابدأي أني أنت اعملي عملية مساجل أول عشان الكريم يختارك البشرة من جوة حتة الفرق ديها بنات مهمة جدا جدا علشان الوصفة أو الكريم يختارك جلد بشرتك من جوة قوي بتبدأي تعملي كده بالسبعين دول كده وتبدأي أن أنت تعملي عملية تدليج الأول كويس قوي التدليج ده هيبقى لمدة من 30 ل 40 ثانية تدليج مستمر بكده إحنا تأكدنا إن إحنا دلقنا البشرة كويس قوي وكمان الكريم اختارك البشرة كده من جوة بنبدأ ناخد طبقة تانية من الكريم وبنبدأ إن إحنا ندهنع طبقة تكون سميكة شوية أهم حاجة ما تعرقيش وإنتي حطة الكريم عضي في مكان هاوي والكريم ده أو المزيل للتجعيد ده بتستخدميه ليلا علشان نوصف فيها لمون وشبع فبيبقى ليلا فقط ليه علشان بعديها مش هدخرجي حتى لو خرجتي بيبقى في الشمس بتسبيه على البشرة عشرين دقيقة كاملة عشرين دقيقة كاملة بتسبيه على البشرة وبعد كده بتبدأي تخسيني بشرتك وهتلاقيه هو نشف على بشرتك لو تقدر تشيليه عن طريق الفرق يبقى حلو قوي ما قدرتيش اخسيني بشرتك على طول الكريم ده حبيبة قلبي هتستخدمي بشكل يومي لمدة 3 أيام من أول يوم هتحسي بفرق رهيب لبشرتك 3 أيام هتلاقي كل التجاعد اللي في بشرتك بإذن الله هتختفي معاك طيب وقلتلك ازاي تقدري تحتفظي بيه وازاي تحتفظي بيه لمدة اسبوع كامل تعالي بقى اقولك التونر ده هتستفادي منه ازاي وهتستخدميه ازاي التونر ده ست الكل زي ما قلتلك كنز البشرتك استخدميه مدة يوم واحد ودلكي بيه بشرتك وخسلي بشرتك وسيبيه طول الليل والصبح خسلي بشرتك وشوفي جمال بشرتك هبعمل ازاي لو مش هتقدري تسيبيه طول الليل هو تونر خفيف قوي على البشرة كمان مزيل الميكوب مزيل الاوساخ المتراكمة بيشد البشرة بيفتح البشرة تونر هاي لتفتيح وشد البشرة بتبدأ يا اما بتنقليه عندك في بخاخ وبتغمضي عينيكي وتروحي رشاه يا اما بتنقليه عندك في زجاجة وتجيبي منديل تمام وبتبدأ ان انت تدهني بيه بشرتك كويس جدا جدا هو مية خفيفة قوي على البشرة لكن ليلا تونر ليلة للبشرة جربيه وشوفي بنفسك انت بشرتك هتفتحها قد ايه بشرتك هتبقى مجدودة قد ايه الله يسعدكم ما تخرجوش لما تعمل وقت للفيديو الله يسعد قلوبكم يا رب وكمان ما تنسوش وصالوا على سيدنا محمد في الكومنتيك اشوفكم على خير والسلام عليكم